نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أما زمن وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسمون يصرمنها ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يعدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربه جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلغم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذغني ومن يكذب بهذا الحديث سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلكونك بأبصيرهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين